السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر النهاردة هنتكلم عن طريق حل المشكلة تعذر حساب متجر بلي هنحل مشكلة تعذر تسجيل الدخول على متجر بلي بكل سهولة كل اللي احنا بنعمله بنعمل حاجتين بننزل اول حاجة خالص هنخشوف الشرح على طول بنروح على اي متصفح عندنا واللي يأكل جوجل كروم ومنه بنزل ببحث عن كلمة جوجل بلي ستور اي بي كي زي ما احنا شايفين كده قدامنا وبضغط على اول حاجة بتظهر لنا ومنه بروح احصل على احدث نسخة وهي بعمل لها عملية تنزيل على الجهاز عندي وبثبتها بطريقة عادية خالص تمام بلاقيه طبعا في الدونلود تمام وبعد التثبيت الاخر نسخة محدثة خلاص اتأكدنا منها بنروح تاني بنبحث عن بنبحث عن كلمة جوجل سيرفز اي بي كي طبعا بنلاقي برضو على في عندنا النسخة دي زي ما احنا شايفين بضغط عليها ونفس الطريقة بعمل احصل على احدث نسخة بقفل اعلان من هنا وبضغط على تنزيل وبينزل عندي طبعا في الدونلود وبعمل له بعد كده عملية تثبيتي بقى الحل المشكلة دي ان انا ما ثبت اما جوجل بلي باخر تحديث له او جوجل بلي سيرفز باخر تحديث اليوم زي ما شفنا كده وبنثبتهم بنضغط طبعا على التطبيقات اللي نزلت وبنثبتها بطريقة سهلة انا حبيت يكون الشرحة سهل وواضح وبسيط وسريع اه عشان اوضح الفكرة بشكل عام لحل مشكلة اه تعذر تسجيل الدخول لمدجر بلي تمانا يكون الشرح واضح وسهل لو في اسف صارتنا يشوف تعليقات لو الفيديو عجبك اعملوا لايك لو اصفت بغيرك اعملوا مشاركة لو مش مشترك معنا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى كن من المشتركين معنا تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وشان تشجعنا على المزيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته